كيف حالكم أصدقاء متابعي قناة ستاسمار عقلك البيتكوين اخترق النموذج اللي حكينا عليه من يومين شو هي أهم الأهداف وأيضا شو هي المناطق يلي لازم نركز عليها كل هذا رح نحاول نجاوب عليه بهالفيديو إذا أول مرة بتشوفني أتمنى منك تشترك بالقناة تفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد أيضا تركنا تعليق على هالفيديو ممكن تكون أحد الرابحي لمسابقاتنا اليومية البيتكوين أصدقاء إذا بتتذكروا آخر فيديو عملناك كنا تقريبا بها الشمعة حكينا في هالمنطقة بمين البيتكوين للاختراقات الكاذبة مهم جدا عند الاختراق التراقب الفوليوم هذا هو الفيديو يلي حكينا فيه عن الاختراق مراقب الفوليوم وivalent الاختراق كاذب شفنا فوليوم بيعي قوي جدا بعدها استكملنا الهبوط إذا عند الاختراق للأسفل بدي أنا فوليوم بيعي قوي وهذا الأمر يلي ما حصل شفنا عند الاختراق فوليوم ضعيف جدا وبعدها استعدنا الخط هذا وكان الاختراق الكاذب للأسفل حاليا شو هدف البيتكوين في حال البيتكوين كسر المستوى المهم هذا المستوى اللي حكينا بالفيديو السابق انه شكل عنا جدار بيعي عند مناطق 27500 في حال حولنا منطقة 27500 لدعم انا بتوقع الهدف القادم يكون تقريبا مناطق 28800 تقريبا 28800 راح نستهدف فيه التريند على الصورة الكبيرة اذا منحط فريم لأربع ساعات فيه عندنا اكبر تريند هو يلي راح نوصله في حال البيتكوين استطاع التغلب على الجدار الحديدي يلي بيتمثل بمناطق 27500 اذا اقفال اعلى 27500 اقفال اعلى هالمنطقة هي بالضبط الموج الاولى اللي حكينا عليها بالسابق راح يعطيني زخم الوصول لمناطق 28800 كهدف اول 28800 كهدف تاني خلينا ما ننسى نموذج الرأس والكتفين اللي متشكل عنا على فريم اليوم بعد ما كسرنا لحد الان ما فقدنا مناطق 26700 وهذا يلي بيدعم انه البيتكوين ممكن يكسر هالمنطقة هاي وممكن يصير عملية انقاذ على الفريم الاسبوعي اذا منلاحظ على الفريم الاسبوعي لحنا بحاجة لشمعة زخم تلغينا هالتقاطع هذا على الماك دي في عنا تقاطع على الماك دي تقاطع سلبي للأسف على الماك دي في حال بقي الاهتمام بهالمنطقة هاي ضعيف على البيتكوين بقي الزخم ضعيف بدنا لحنا شمعة ايجابية تعطينا زخم لمنع هالتقاطع يلي رح يصير على الماك دي اذا فريم الاسبوع ممكن نبدأ موجة تصحيح على فريم الاسبوع اذا ما تم انقاذ البيتكوين اذا ما البيتكوين كسر لي هالمنطقة مبدئيا منطقة 27500 تانيا بدي البيتكوين يكسر لي منطقة 28800 هيك حتى نحكي عن استمرار الصعود لحنا بحاجة لموجة صاعدة موجة دافعة قوية منلاحظ لحنا في هالمنطقة شفنا رفض منطقة 27500 شفنا رفض للشمعة التانية ما قدرنا نخترق هالمستوى مع العلم انه كان شمعة الاختراق شمعة قوية لكن الشمعة اللي بعدها كانت شمعة ضعيفة بالزخم الشمعة الاولى كانت شمعة في فوليوم الخاص فيها جيد ما ننسى انه ايضا في عنا فوليوم ضعيف بالايام الحالية نتيجة لترقب قرارات الفيدرالي بشأن رفع سقف الدين العام عندنا فوليوم 30 مليار اخر 24 ساعة وهذا فوليوم يعتبر قليل جدا اذا منلاحظ ايضا الشارط الخاص بالماركت كاب منلاحظ لحد الان اللي احنا في منطقة لحد الان ما تأكد الصعود او الهبوط لحد الان ما اخترقنا باحدى هالاتجاهات عم ننتظر اختراق اما الاتجاه العلوي ورح نستهدف هالمنطقات تقريبا 1 تريليون و140 مليار او الكسر للاسفل رح هدف 1 تريليون و60 مليار كهدف اول بعدها 1 تريليون و30 مليار كهدف ثاني اذا لحد الان السيولة داخل الاسواق المالية لحد الان في منطقة عرضية منطقة مملة منطقة تحمل جميع الاحتمالات ايضا نشرت انا على قناة التليجرام شاركتكم ثلاث سيناريوهات سيناريو الاول هو الصعود من المنطقة الحالية سيناريو الثاني هو التصحيح لمناطق الـ 24000 للـ 25000 بعدها الارتداد سيناريو الثالث هو عمل قاعد مناطق 19000 للـ 20000 شاركني برأيك بالتعليقات اي سيناريوهات انت بتتوقع انه تصير وبتمنى منك تشترك بالقناة تليجرام حتى توصلك تحديثات اول باول ما ننسى ايضا انه عنا موفينج المية على فريم اليوم لحد الان شكلنا نقطة دعم في السابق ما اقفلنا اسفله وحاليا احنا عمنا الداوة الاعلى ايضا اذا منشوف لما كنا بتريند هابت كان يشكلنا نقطة مقاومة جدا مهمة ما نقدر نكسرها وبعدها استمرنا بالهبوط اذا بعد ما اخترقنا حاليا مشكلنا نقطة مقاومة في حال فقدنا يبقى السيناريو الثاني هو السيناريو الارجح ورح نشوف كيف رح يتعامل البتكون في هالمنطقة وعلى اساسه رح نحدد هل رح نتوجه للمنطقة الثالثة ولا رح نشوف ارتداد جيد من هالمنطقة اذا افضل سيناريو التعامل فيه مع السوق هو الدخول على مراحل خبرتكن انا المرحلة الثانية اللي رح ادخل فيها هي منطقة الـ 25200 ولحد الان انا ملتزم بمنطقة الدخول الثاني اما اذا البتكون يصعد من الان انا ممتلك عملات والحمد لله داخل السوق في حال صحح لمناطق الـ 25200 رح يكون منطقة الدخول الثاني هيك وصل نهاية الفيديو تمنينا لعجابكم الى لقاء فيديو جديد ان شاء الله